اشتركوا في القناة في تفاصيل هذا العنوان حيث ذكرت هذه الصحيفة ان رئيس التحرف الوطني العراقي وزير الخارجية الدكتور ابراهيم الجعفري استقبل في مكتبه ببغداد رئيس الجمهورية فهد معصوم واكد على اهمية احترام الدستور والسياقات القانونية لتحقيق الاصلاحات الحقيقية وقالت الصحيفة ان الجانبين بحثان مستجدات الاوضاع السياسية التي يشهدها العراق والسبل الكفيلة بتهديئة الاجواء ورص الصف الوطني والتأكيد على التعاون بين القوى والرموز الوطنية كافة لتجاوز الازمة الراهنة واحترام الدستور والسياقات القانونية وصولا الى تحقيق الاصلاحات الحقيقية التي تتطلبها مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد والاهتمام بالجانب الامني واعطاؤه الاولوية خصوصا في هذه المرحلة التي يمر بها العراق وايضا نبقى مشاهدنا في صحيفة بلادي وقبر اخر يقول القوات الامنية تتأهب لتحرير جنوب شرق الفلوجة والدواعش يهربون من منطقة الدولاب لعمق الصحراء نقرأ التفاصيل حيث ذكرت هذه الصحيفة ان القوات الامنية بسلوفها المختلفة تتأهب لشن هجوم واسع لاستعادة مناطق النعمية وقرى زوبع والمناطق المحيطة بها جنوب شرق مدينة الفلوجة بالتزام مع قصف عنيف للطيران الحربي على معاقل التنظيم ورافقه قصف مدفعي على الاماكن التي يتحصن فيها عناصر داعش الاجرامي وقالت الصحيفة ان القوات الامنية والقوات الساندة لها بانتظار ساعة الصفر لاقتحام المناطق المستهدفة وتطهيرها بالكامل وصولا الى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الاتحادية جنوبية مدينة الفلوجة مؤكدة ان معنويات المقاتلين على الخطوط الامامية للعدو عالية ومستعدين للشروع بالحملة الامنية حال الاعازة من القيادات الامنية العليا بتنفيذ الحملة موضحة ان القوات الامنية والقوات الساندة لها كافية للتطهير المناطق المستهدفة مشيرة الى ان القوات الامنية قصفت وبالمدفعية عجلة نوعكية تحمل صواريخ جهنم في منطقة الصبيحات التابعة لقضاء القرمة شرقية مدينة الفلوجة ما ادى الى مقتل اربعة من عناصر داعش الارهابي ايضا مشاهدين ما زلنا وياكم في صحيفة بلادي ونقرأ في عنوان اخر يقول الصدريون يجددون تظاهراتهم والقوات الامنية تغلق عددا من الوزارات ذكرت هذه الصحيفة ان المئات من اتباع التيار الصدري جددوا امس تظاهراتهم في منطقة ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة باجراء الاصطحات مطالبين بانتخاب حكومة تكنقراط حقيقية وقالت الصحيفة ان القوات الامنية طوقت مكان التظاهر وفرضت اجراءات مشددة تحسبا لأي طار مضيفة ان القوات الامنية وحرس الوزارات اغلقت ابوبة وزارات الخارجية والاسكان والاعمار والكهرباء والتجارة والصحة اضافة الى امانة بغداد كاجراءات امنية احترازية بعد ان رفع متظاهرون الاعلام العراقية حول هذه الوزارات ومشيرة الى ان القوات الامنية اغلقت الطرق وكثفت من اجراءاتها حول هذه الوزارات مؤكدا انه لا يوجد اي احتكاك بين المتظاهرين وقوات الامن او كوادر الوزارات لافتة الى ان التظاهرات سلمية ولكن تم تكثيف الاجراءات الامنية من قبل حرس الوزارات تحسبا من دخول مندسين بين المتظاهرين وحاولون اثارة الشغب والفوضة الى صحيفة المدى ننتقل واياكم مشاهدين الكرام نقرأ في هذه الصحيفة في عنوان يقول عمليات نينوى تفتح محاور جديدة لتحرير الموصل وتعزيزات جديدة تصل مخمور الى التفاصيل ذكرت الصحيفة ان قيادة عمليات نينوى ربطت انطلاق معركة تحرير الموصل بوصول المزيد من القطاعات العسكرية الى المحافظة مؤكدة انها شرعت بفتح محاور جديدة خاصة بعملية تحرير المدينة اذ تعول على قوات الحجد الشعبي العشائري لقيادة عمليات التحرير لكنها تعترف بقلة عددهم وحاجتهم للمزيد من المتطوعين لمسك الارض ومساندة القطاعات العسكرية وقالت الصحيفة ان هذا يتزامن مع وصول 300 مقاتل من الفرق الخامسة عشر التابع للجيش الى قاطع مخمور لتوفير الحماية اللازمة لمقر قيادة عمليات نينوى بعد تقدم القطاعات في محاور عدة ومسكهم للقرى المحررة جنوب الموصل موضحة ان الاستعدادات الامنية تجري على قدم وساق للبدء بصفحة اخرى لتحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش مؤكدة ان هناك محاور اخرى سوف تفتح على الاطراف في حال وصول قطاعات عسكرية اخرى وان هناك تنسيقا عالي المستوى بين عمليات تحرير نينوى وقوات البيشمرق الكردية المرابطة في قاطع مخمور وبقية المحاور الاخرى من الصحف المحلية الى الصحف العربية والبداية من صحيفة الاخبار اللبنانية حيث تقول هذه الصحيفة في عنوان مصر الرئيس الغاضب يريد توسيع كام ديفيد الى تفاصيل هذا العنوان حيث ذكرت هذه الصحيفة ان تداعيات التنازل عن تيران وصنافير للسعودية مستمرة في القاهرة مصادر قريبة من الرئاسة تؤكد ان لدى عبدالفتاح السيسي رؤية لتوسيع اتفاقية كام ديفيد لتشمل السعودية ودولا عربية اخرى لكن الرئيس الغاضب يترقب تظاهرات يوم الخامس والعشرين من ابريل نيسان المقبلة بعد بروفا الثورة الجمعة الماضية قالت الصحيفة ان اتصالات مكثفة بين مصر والسعودية واسرائيل قد تتبعها جلسات مفاوضات قريبة جرت للاتفاق على الية الوضع العسكري في الجزيرتين ومدخل خليج العقبة مضيفة ان مصادرها استبعدت تعطيل الاتفاقية المصرية السعودية على خلفية الرفض الشعبي لها في مصر اذ لم تنتهي الاصداء الداخلية الاتفاقية التي لم ترسل بعد الى مجلس النواب ولم تعرض تفاصيلها برغم مرور عشرة ايام على توقعها ومع تزايد اصوات الرفض وتراجع مؤيدي الرئيس عبدالفتاح السيسي لكن تظاهرات الجمعة الماضية التي شارك فيها عشرات الالاف ماثلة امام السيسي كرسالة تحدي وكسر للخوف من صحيفة الاخبار الى صحيفة الوطن السورية نقرأ في هذه الصحيفة ايضا عنوان يقول حجاب في جنيف ووفد الرياض يهدد بالانسحاب وعلوش يطالب باشعال الجبهات ومعارضة الداخل مستعدة لضم مسلم يوم حاسم في الحوار السوري السوري الى تفاصيل هذا العنوان حيث ذكرت هذه الصحيفة ان مصادر دبلوماسية عربية في جنيف تحدثت عن يوم حاسم ستشهده المدينة السويسرية وسط معلومات عن تهديد وفدي معارضة الرياض بالانسحاب غدا الثلاثاء ما لم يتم طرح مسألة الحكم الانتقالي بمفهومهم وتسليمهم السلطة وقالت الصحيفة ان كبير مفاوضي وفدي معارضة الرياض محمد علوش غرد مطالبا الفصائل باشعال كل الجبهات وذلك خلافا لقرار الهدنة المتخذ دولية مضيفة ان كلام علوش جاء بعد انسحاب ميليشيا احرار الشام من الهيئة العليا للمفاوضات في حين حاول عدد من اعضاء وفدي الهيئة تدارك ما صدر عن علوش باعتباره لا يمثل الا رأيه الخاص موضحة ان اعضاء وفدي معارضة الرياض استغل عطلة نهاية الاسبوع ليحتلوا شاشات التلفزة معبرين عن سخطهم تجاه عدم تطرق المبعوث الاممي استيمان دي مستورا حتى الان على مسألة تسليمهم السلطة مستندين الى قرار جنيف واحد دون سواه في مقاربتهم للحل السوري الى صحيفة المصري اليوم نقرأ في هذه الصحيفة في عنوان لها يقول الفلسطينيون ينزلون للشوارع بالضفة وغزة للمطالبة بالافراج عن السجناء مفاد هذا العنوان ذكرت الصحيفة ان الفلسطينيين نزلوا الى الشوارع بالضفة الغربية وقطاع غزة لتكريم سبعة الاف سجين محتجزين في السجون الاسرائيلية بمظاهرات في الميادين الرئيسية مطالبين فيها باطلاق سراحهم وقالت الصحيفة ان الاحتجاجات التي شاركت فيها احزاب مختلفة وقعت على الخص في مدر رامالله وجنين والخليل وقطاع غزة لكن نظمت ايضا احتجاجات اخرى حضيت بمشاركة اقل على مدار اليوم مضيفة ان رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد لله ندد بسياسات الاعتقال من جانب اسرائيل مؤكدا انها تنتهك جميع اللوائح القانونية الدولية وتهدف لعرقلة الحياة اليومية للفلسطينيين بهدف قمع جميع المواطنين مشيرة الى ان الاعتقالات جرت منذ اندلاع اخر موجة عنف بالمنطقة في الاول من اكتوبر تشرين الثاني الماضي من صحيفة المصري اليوم مشاهدين نتقل الى صحيفة الوطن العمانية في هذه الصحيفة نقرأ ايضا عنوان يقول مجموعة ارهابية اسرائيلية تقتحم الاقصى واخرى تتدرب على قرابين الفصح هذه الصحيفة تقول ان حالة من التوتر سادت المسجد الاقصى المبارك بعد قيام احد المستوطنين باداء صلوات تلمودية في ساحته على وقع تكثيف منظمات الهيكل المزعوم الارهابية دعواتها لميليشيات المستوطنين بتكثيف اقتحامات للمسجد الاقصى المبارك تمهيدا لاحتفالات عيد الفصح العبري قالت الصحيفة ان قوات الاحتلال فتحت باب المغاربة وانتشرت في اروقة المسجد الاقصى قبل ان تسمح للمستوطنين باقتحامه مضيفة ان ستة عشر متطرفا يهوديا اقتحموا ساحات المسجد الاقصى وعند وصولهم الى باب الرحمة ادى احد المستوطنين صلوات تلمودية هناك مشيرة الى انه بعد اعتراض حراس المسجد والمصلين تدخلت شرطة الاحتلال واخرجتهم من الاقصى حفاظا على حياته اضافت الصحيفة ان منظمات الهيكل المزعوم كثفت دعواتها لجمهور المستوطنين الى اليهود بضرورة المشاركة الواسعة في اقتحامات للمسجد الاقصى المبارك تمهيدا لاحتفالات ما يسمى بعيد الفصح معلنة انها ستبدأ اليوم بمعهد التلمود والتوراة في منطقة ديرياسين غرب القدس المحتلة تدريبات خاصة لتقديم قرابين الفصح العبري داخل المسجد الاقصى في ختام جولتنا في الصحافة العربية ننتقل الى صحيفة الشروق التونسية نقرأ في هذه الصحيفة عنوان يقول ان كوبلر خلايا نائمة لداعش في العاصمة الليبية الى تفاصيل هذا العنوان حيث تقول هذه الصحيفة ان الامين العام لحلف شمال الاطلسي الناتو يينس شتولتنبورغ اكد استعداد قوات الحلف لمساعدة ليبيا في محاربة الارهاب اذا طلبت الحكومة مساعدة عسكرية مضيفا ان قوات الحلف لا تخطط لمهمات قتالية داخل ليبيا لكننا في تواصل دائم مع الحكومة الليبية ومستعدون للمساعدة في نزع سلاح التشكيلات المسلحة وتوفير التدريب العسكري في المستقبل وقالت الصحيفة ان مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا مارتين كوبلر تحدث عن وجود خلايا نائمة لداعش الارهابي في العاصمة الليبية ترابولس معربا من جهة اخرى عن امله في ان يمنح البرلمان الثقة لحكومة الوفاق في جلسته غدا مشيرة الى ان كوبلر قال انه قم بعدة زيارات الى طرابولس كان اخرها الاسبوع الماضي حيث رصد امنا وامانا في الظاهر ولكنه اكد على علمه بوجود عنف تحت السطح من الصحف العربية والمحلية الى الصحف الاقليمية مشاهدين والبداية من صحيفة الجمهورية الاسلامية صحيفة جوان الايرانية حيث نقرأ في هذه الصحيفة انها نكافة سياسات السعودية لعزل ايران ومحور المقاومة وايجاد الارضية لتدخل الناتو في المنطقة قد باءت بالفشل الذريع الا ان الرياض لا تزال ترغب في ان تطبع الدول السد في مجلس تعاون خليجي علاقاتها مع الكيان الصيوني ومن خلال تحركاتها في هذا السياق يتوقع مراقبون ان تشهد قطر والامارات ومن بعد ذلك السعودية افتتاح سفارات للكيان الصيوني فيها وقالت الصحيفة ان السعودية كانت تخطط خلال قمة اسطنبول الى التوسط لاعادة العلاقات التركية المصرية لتشكيل اعتلاف يخدم المصالح السعودية في العدوان على اليمن وفي هذا السياق جاءت زيارة الملك السعودي الى مصر ومن ثم الى اسطنبول اذ كان يخطط ليبحث على الهامش انهاء الخلافات المصرية التركية الا ان الرياض فجلت في تحقيق هدفها الوحيد وازدادت اخفاقات الملك سلمان فاسقاط نظام مرسي من قبل السيسي يعتبر ضرب قاصمة بالنسبة لتركيا الموالية للاخوان المسلمين من صحيفة تجوان الايرانية الى صحيفة كيهان الايرانية ايضا نقرأ في هذه الصحيفة صحيفة ان المغرد السعودي الشهير مشتهد كشف ان خسائر القوات السعودية في اليمن خلال العدوان الظالم المتواصل منذ 13 شهرا تجاوزت العشرة الاف قتيل وجريح كما تجاوزت الخسائر المادية مئات المليارات وكلها في ازدهاد ولا امل في تحسن الوضع مؤكدا ان استمرار الحرب قد يؤدي لسقوط عائلة الاسعود وتقول هذه الصحيفة ان مشتهد حذر من ان استمرار الحرب يعني تعاضم هذه المشاكل ومن ثم تداعيات قد تؤدي لسقوط بن سلمان او عائلته كلها ولذلك فهو مستميط لانهاء الحرب دون القرار الدولي مضيفة ان المنظمات الانسانية العالمية كشفت ان القصف الجوي للتحالف السعودي سبب خسائر كبيرة بين المدنيين ما بين قتل ومشردين ومحرومين من الخدمات واحصاءاتهم تتعدى التسعين في المئة من الضحايا المدنية الى صحيفة جمهوريات التركية نقرأ في هذه الصحيفة والتي تتحدث عن ما يقرب من 65% من الشعب التركي غير راض عن السياسة سياسة حكومته معتبرة ان سياسة اردوغان اصبحت تشكل تهديدا لمصالح تركيا في المنطقة والعالم هذا يعني ما تتحدث عنه الصحيفة ان فيما يتعلق بالشعب التركي هو الاغلبية غير راضية عن السياسة الحكومية حيث تقول انه لم يعد هناك استراتيجية واضحة للحكومة واردوغان باتت تصليحته تعكس مواقف متضاربة وتقول هذه الصحيفة ان استطلاعات للرأي اجريا داخل حزب العدالة والتنمية حول سياسة اردوغان اظهر ان 45% غير راضين عن سياسته وخصوصا السياسة الخارجية فيما يتعلق بدول الجوار وخصوصا مصر وروسيا وسوريا مشيرة الى ان الباقين مؤيدون لاردوغان نتيجة تعلق مصالحهم بسياسة الحكومة الحالية موضحة ان استطلاعا للرأي جرى في تركيا حول اسباب الانفجارات في تركيا كشف ان 70% من المشاركين يرون ان المخابرات التركية هي وراء تلك الانفجارات منوهة الى ان اردوغان متمسك بتعديل الدستور وتغيير النظام السياسي للبلاد من برلماني الى رئاسي خوفا من الملاحقة القضائية في المستقبل عن جرائم الفساد في حال جاءت حكومة اخرى غير حكومة العدالة والتنمية الى صحافة العدو حيث نقرأ في صحيفة هارتيز العبرية حيث ذكرت هذه الصحيفة ان زعيم المعارضة الاسرائيلية رئيس حزب المعسكر الصهيوني يتحق هاتسوغ خضع لتحقيق رسمي في قسم النصب والاحتيال بشبهة تلقي تبرعات لشكل غير قانوني لحملته الانتخابية داخل حزب العمل عام 2013 وقالت هذه الصحيفة ان التحقيق مع هارتسوغ استمر ست ساعات متواصلة بعد ان كانت قضية تلقيه لتبرعات غير قانونية وتقديم تقارير غير دقيقة قد انفجرت في اسرائيل قبل نحو ثلاثة اسابيع ما اثار عاصفة داخل حزبه وفي الحلبة الاسرائيلية الداخلية مضيفة هذه الصحيفة قضية او مضيفة ان قضية التبرعات تعود الى العام 2013 عندما نفس هارتسوغ على قيادة حزب العمل زعيمة الحزب السابقة شيلي يحيم فيتش وتخلل المعركة الانتخابية انذاك شن حملات سرية ضد يحيم فيتش ومحاولات لتسوية سمعتها او لتشويه سمعتها عفوا وقد تمكن هارتسوغ من الانتصار عليها وقام برفقة الوزيرة السابقة سيبي ليفني بتشكيل المعسكر الصيوني خلال الانتخابات العامة الاخيرة عبر دمج حزب ليفني مع حزب العمل وتشكيل المعسكر الصيوني في ختام جولتنا في الصحافة الاقليمية نبقى مع صحيفة دعوت احرانوت هذه الصحيفة ذكرت ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو تعهد ان يبقى الجولان جزءا من اسرائيل الى الابد اذ ادل بتصريحه في مستهل اجتماعي مجلس الوزراء الاسبوعي الذي يعقد للمرة الاولى في هضبة الجولان منذ احتلالها في عام سبعة وستين ونقلت الصحيفة ان نتنياهو يخشى ان تتعرض الدولة العبرية لضغوط من المجتمع الدولي لحملها على الانسحاب من الهضبة المحتلة اذ تم التوصل الى اتفاق بشأن مستقبل سوريا خلال مفوضات السلام السورية اذ قال نتنياهو لا نعرض التسوية السياسية في سوريا شرطا لا تكون على حساب امن اسرائيل واضحة ان نتنياهو قرر انقيام بهذه المبادرة لاصال رسالة الى المجتمع الدولي مفادها ان انسحاب اسرائيل من الجولان ليس مطروحا على الاطلاق لا حاضرا ولا مستقبلا من الصحف الاقليمية مشاهدين الى الصحافة العالمية والبداية من صحيفة الجارديان البريطانية حيث ذكرت هذه الصحيفة ان الفلسطيني الذي صور مقطعا بالفيديو لجندي اسرائيلي يقتل فلسطينيا اعزلا بطلقة في رأسه اكد انه تلقى عدة تهديدات بالقتل بسبب ما اقدم عليه وقالت هذه الصحيفة ان المقطع المصور الذي بثه ابو شمسية على شبكة الانترنت يظهر مصابا على الارض بلا حراك باستثناء يده التي كان يحركها بصعوبة بينما يتجول عدد من الجنود وعناصر الاسعاف والمستوطنين بجواره دون ان يبذل احدهم اي جهد لاسعافه مشيرة الى ان خلفه مباشرة كان الجندي المصاب يتلقى كامل العناية في سيارة الاسعاف وكان المشهد هادئا تماما حتى صاح احد الجنود فجأة قائلا تراجع فورا ثم اطلق النار على رأس الشريف من مسافة قريبة ليقتلها ايضا مشاهدين ننتقل الى صحيفة التايمز البريطانية حيث ذكرت هذه الصحيفة ان فريقا من الخبراء ان فريقا من الخبراء ورجال الاستخبارات البريطانية والامريكية يتمركزون حاليا في الاراضي الليبية ويعملون على حماية حكومة الوفاق الوطني التي انتقلت الى طرابلس مؤخرا وقالت الصحيفة ان رجال المخابرات هؤلاء يحملون معهم حقائب مليئة بالاموال ويقومون برشوة زعماء القبع الاليبية حتى لا يعارض التدخل العسكري الغربي الموقع عن طريق قوات برية مضيفة ان رجال المخابرات يعملون على توفير الحماية لرئيس الحكومة فايز السراج موضحة ان حكومته تقيم في قاعدة بحرية شديدة الحراسة في العاصمة طرابلس موضحة ان اكبر عائق امام حكومة السراج هو تنظيم داعش ومعقله في سارة ويسيطر التنظيم عبر نشطه نحو ستة الاف من مقاتليه على شريط ساحلي يمتد نحو مائة وخمسين كيلو مترا على البحر الابيض المتوسط ويقوم بارسال مقاتليه الى اوروبا مشيرة الى ان هناك تأكيدات تفيد بوجود ما بين ثلاثين الى اربعين من رجال المخابرات البريطانية في طرابلس بينهم خبراء في التجسس والمراقبة وخبراء في المفرقعات يقومون بتدريب عناصر مسلحة لبدء العمل العسكري على الارض ضد تنظيم داعش الى صحيفة لوفي كارو الفرنسية نقرأ في هذه الصحيفة ابرز ما جاء في احد عنوانها حيث ذكرت الصحيفة ان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند انهى زيارته القصيرة ولكن المكثفة للبنان بتخصيص ساعاتها الاخيرة للاجئين السوريين والمعنيين الدوليين باوضاعهم والمجتمعات الحاضنة لهم في لبنان وقالت الصحيفة ان الرئيس الفرنسي حرص على تأكيل ان زيارته هي في اطار التعبير عن المساندة والتضامن مع لبنان ومع اللاجئين والمنظمات الانسانية مجددا او مجددا عن قول ان من المهم للبنان والمنطقة ان ينتخب رئيس الجمهورية ونقلت الصحيفة عن هولاند قوله بعد لقائه لاجئين ومسؤولين في منظمات غير حكومية تنشط في لبنان ان ما تطلبه هذه العائلات ليس الذهاب الى اوروبا بل العودة في اسرع وقت الى منازلها بهدف اعادة اعمار بلادها مضيفا ان هذا ما يأمل به ايضا اللبنانيون الا ان يكون هناك توطين دائم للاجئين مهنئا اللبنانيين بالتضامن الاستثنائي الذي يظهرونه مع اللاجئين في وقت يستضيف لبنان اكثر من مليون لاجئ سوري يوازون ربع عدد سكان البلاد الى صحيفة الواشنطن بوست الامريكية حيث نقرأ في هذه الصحيفة او ذكرت هذه الصحيفة في احد اخبارها ان المرشح المحتمل للرئاسة الامريكية عن الحزب الديمقراطي بيرني ساندرز كسر المحرمات في الحملة الانتخابية الامريكية عندما اعلن ان رد اسرائيل كان غير متكافئا خلال حربي صيف العام 2014 في قطاع غزة ونقلت هذه الصحيفة عن ساندرز قوله انه سيأتي وقت نسعى فيه لعدل والسلام وسيكون علينا القول ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يامين نتنياهو ليس على حق طوال الوقت فلا يمكننا ان نظل منحازين على الدوام وضافت الصحيفة ان ملاحظات ساندرز شكلت انتقادا غير مسبوق لاسرائيل وترويجا للحقوق الفلسطينية اذ تعد مدينة نيويورك تجمعا كبيرا جدا لليهود وساندرز هو المرشح اليهودي الوحيد في حملة الانتخابات الرئاسية واغلبية اليهود من الديمقراطيين ما يعني ان الدعم المطلق لاسرائيل يعتبر منذ فترة طويلة من ضروريات الحملة وايضا ختام الجولة في الصحافة العالمية نذهب الى صحيفة البيس الاسبانية ونقرأ في احد اخبار هذه الصحيفة حيث ذكرت ان بوريس جونسون عمدة لندن اتهم الرئيس الامريكي باراك اوباما بالنفاق بسبب تأييده بقاء بريطانيا عضوا في الاتحاد الاوروبي اذ قال جونسون وهو احد الداعمين لخروج بريطانيا من الاتحاد ان الامريكيين ما كانوا ليحلموا بمشاركة السيادة الخاصة بهم كما فعلت بريطانيا وقالت الصحيفة ان من المتوقع ان يكرر اوباما دعمه لبقاء بريطانيا عضوا في الاتحاد الاوروبي اثناء زيارته للبلاد الاسبوع المقبل وضيفة ان البيت الابيض اشار الى ان الرئيس الامريكي مستعد لطرح وجهة نظره في الامر لكنه سيؤكد على ان القرار يرجع للناخل البريطاني ونقلت الصحيفة ان جورج اوزبورن وزير المالية البريطاني قوله ان وجهة النظر المؤيدة لبقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي هي الاوسع انتشارا بين الحكومات الاجنبية والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي وحلف شمال الاطلسي الناتو شهدنا ومن الصحفة المحلية والعربية والاقليمية والعالمية الى مقالنا لهذا اليوم الذي حامل عنوان حكومة التكنقراط ومنهج الاصطاح الاقتصادي المنشود مقالنا كتبه الكاتب والخبير الاقتصادي سمير النصري لنتابع المقال ومن ثم نعود للحوارة حكومة التكنقراط ومنهج الاصطاح الاقتصادي المنشود بعد عام 2003 تعاقبت على حكم العراق وادارته ست حكومات بدأت بحكومة مجلس الحكم وبول بريمر الحاكم المدني الامريكي بعد ان اعترفوا امام مجلس الامن بانهم دخلوا العراق محتلين وليس محررين كما ادعى الكثير في حينه وان هذا الرجل اصدر قوانين عدة لتنظم الحياة الاقتصادية منها قانون البنك المركزي العراقي وقانون المصارف وقانون غسيل الاموال وقانون سوق العراق للأوراق المالية وقانون الادارة المالية وان جميع الحكومات اللاحقة واخرها حكومة دكتور حيدر العبادي من خلال تنفيذهم والسير وفق هذه القوانين اثبتت التجربة انها قوانين قاصرة وبحاجة الى اعادة صياغة وتعديل لانه بالرغم من موارد العراق النفطية العالية خلال السنوات اعلاه والارقام المتعاظمة للموازنات العامة لم يتحقق شيء على مستوى البناء الاقتصادي السليم بل بالعكس وصل العراق الى ادنى مستوى في كل مجالات الحياة واخرها انه يمر حاليا بازمة اقتصادية ومالية خانقة لاسباب موضوعية خارج عن ارادته كانخفاض اسعار النفط العالمية وتكاليف الحرب على الارهاب ولكن هناك اسباب ذاتية تتحملها الحكومات والكوادر السياسية والاقتصادية المتعاقبة التي تحملت مسئولية ادارة الدولة بسبب عدم الخبرة والمهنية والتخصص اضافة الى عدم وجود منهجية وفكر اقتصادي وقوانين تخدم تطبيق المنهج الاقتصادي والطامة الكبرى التي سببت ذلك هي المحاصصة وسوء التخطيط او في الحقيقة انعدام التخطيط السليم للاقتصاد وسوء ادارة المال العام وسرقته وتهريبه خارج البلد باشكال مختلفة وتحويل الوزارات الاقتصادية الى منافذ اقتصادية ومصادر فائدة مالية للاشخاص وهذا مع الاسف هو واقع الحال الاقتصادي خلال 13 سنة مضت وهذا مع الاسف هو واقع الحال الاقتصادي خلال 13 سنة مضت مع احترامنا لجميع النوايا الطيبة والشخصيات الوطنية الشريفة التي شاركت ضمن العملية السياسية او خارجها ولكنها للظروف اعلاه لم تستطع ان تحول رؤاها وفكرها وسياستها الى الدافع التطبيقي بما يخدم الاقتصاد الوطني وازاء ذلك الواقع الاليم لبلد غني يمتلك ثاني احتياط نفطي في العالم ونهرين كبيرين واراضي شاسعة صالحة للزراعة وعشرة ملايين من القوى العاملة من ابناء الوطن وخبرات اكاديمية وعلمية ومهنية عالية المستوى مع الاسف الشديد تم تهميشها وابعادها بقصد او بدون قصد عن قيادة الوزارات والمؤسسات الاقتصادية مشاهدين وللحوار حول المقال ينضم معي في الاستوديو الكاتب والمحلل الاقتصادي الليث محمد رضا استر ليث بداية مرحبا بك تحية لك هؤلاء السادة المشاهدين تحية لك لنتحدث ونعود الى المربع الاول والمتسبب الاكبر بالازمة الاقتصادية العراقية منذ عام 2003 والى الان اليوم اريد ان اقف على يعني مسئولية الحاكم المدني الامريكي بريمر وقراراته اذا ما يتعلق بالاقتصاد العراقي وما وصل اليه العراق حاليا نعم يعني بداية هو بعد 2003 ما حصل هو تغير غير يعني غير مخطط ومفاجئ ومتسرع بحيث انه الاقتصاد العراقي من اقتصاد احادي يعني من اقتصاد عفواً الدولة يعني تقود عملية الانتاج وتمتلك عناصر الانتاج وقطاع عام كبير الى فوراً يتوقف القطاع العام انتقال من الاقتصاد الاشتراكي الى الليبرالية الجديدة بقت الدولة صاحبة اكبر اسمال القطاع الخاص ماكو فصار اقتلال بلوء يعني اوقف القطاع العام المشكلة الاكبر التي يعني يتحملها القائمون على القرار الان ذاك انه اوقف القطاع العام من دون ايجاد البديل وتحولت شركات القطاع العام الى شركات غير منتجة اغلبها ليس جميعها طبعاً وبطالة مقنعة وصارت مشكلات اخرى بعد ذلك كرست مشكلة القطاع العام هنانا ماكو قطاع خاص ابداً نقل بعض الموظفين من الدوائر المنحلة وما الى ذلك ايضاً للشركات العامة صاروا موظفين فقط يعني يأخذون رواتباً ولا وصارت المشكلة الحالية اللي بالبطالة اذن هنا بدأ الاختلال ومنها صار الانفتاح على التجارة من دون اي يعني تمكين او دعم لمنتج وطني ونافسه حتى وفق آليات السوق من قول يدعم ينافس اصلاً حتى قدراء القدراء على المنافسة نزعت من الانتاج الوطني ووصلنا الى هذا الحال اغراء بالسلع رديئة اموالنا تذهب ونشتري كل شيء نلبسه ونأكله ونعيشه ونحتاجه هل كانت هناك يعني أنا ذاك هل كانت هناك تدخلات خارجية يعني كان الهدف منها ضرب الاقتصاد العراقي هو طبعاً الاحتلال هو تدخل خارجي لا نهيك عن الاحتلال بالتأكيد لكن هناك ربما تدخلات خارجية بهدف يعني مثلاً زيادة استثماراتها في العراق كانت تسعى الى ضرب الاقتصاد العراقي والله هذا ممكن جداً يعني هي قضية مصالح الاقتصاد السياسية تحدث عن مصالح للبلدان ومصالح داخل البلدان للتجار بعض التجار ربما هذا مقصد قد يعارض نهضة الزراعة لأنه يستورد محاصيل زراعية وقع بعض التجار يخشى من تطور الصناعة لأنه ببساطة يستورد سلع صناعية وهكذا بالنسبة للبلدان وأنا لا ألوم أي بلد إذا كان الآن تركيا أو أنا بمكان الأتراك أيضاً أتمنى هذا الشيء فهذا أمر طبيعي فعلاً حصل والعراق كان في ضرف ضعيف ودقيق وحساس وحالة من الانهيار وسلطة احتلال تدير كل شيء وحصل ما حصل لأوم نستورد كل شيء لكن وين مسؤولية نحن كعراقيين لزمام المبادرة أيضاً هذه بها مشكلة وحديث كثيرة طيب كيف تنظر الإطار القانوني الحالي وهل يكفي لعملية الإصلاح الاقتصادي؟ نعم أكو مشكلة في الإطار القانوني حالياً هذه مشكلة أخرى حصلت مشكلة سمعنا عنها الكثير ولم تطبق ولم تطبق يعني أحد الأسباب التي لم تطبق بسببها ما حصل في كردستان وأعتقد الآن بدأت تحل يعني أنه كانت البضاعة تدخل بين كردستان من دون التعرفة القمارجية بالتالي تعرفة القمارجية موضوع سيادي يعني لازم على كل منافذ الدولة ما معقول أنت بالجنوب تدخل بتعرفة فوق ماكو تعرفة فهذا اللي حصل أنه حتى لو يعني ممكن تحلها سأكون حديث جدي أنه تحل يصير يسموه ميناء جاف يعني يصير البضاعة حتى إذا تسربت ودخلت من دون تعرفة لا يسمح لها الدخول إلى المحافظات الوسطى والجنوبية من بعد كردستان إلا عندما تستوفي ما عليها من تعرفة القمارجية هذا ممكن يحل المشكلة أيضا قضايا أخرى هذه عندنا قوانين طبعا فعالة ولم تنافذة لكنها لم تفعل ولم تطبق أيضا أكو قوانين نحتاجها مثل قانون النفط والغاز اللي يعني الآن النفط إحنا دائما نتحدث عن مشكلة أحادية الاقتصاد وأننا نعتمد على النفط لكن هذا مو معنى أن النفط شيء سيء إحنا خيرنا من النفط ويستثمار النفط لتنمية القطاعات الأخرى وليس أن يذهب للفساد ويذهب إلى سوء الإدارة نحتاج قانون النفط وغاز كفوق يدير الثروات النفطية ويطورها وينميها ويحكم العلاقة الداخلية مع الأقاليم والمحافظات وننتهي لكي ننتهي من الجدل وتفسير الدستور كلهم على هواه مثلا يعني بغداد تقول النفط صلاحية حصرية كردستان يصبح تسوى العقود كردستان يقولون صلاحية حصرية نعم لكن أنتم ملزمين تتفاوضون ويانا وتتفاهمون ويانا يعني إدارة صر مشتركة أنتم ماذا تأخذوا رأينا إذا نحن نروح على العقود وهذا التفسيرات للدستور الطويلة والعرضة فيصير قانون واضح ومحدد وتصير شركة وطنية صرع ممكن حتى شركة سوم ونفسها صرع عضاء مجلس إدارة بيها من كردستان يعني كلها القضايا تحل قانونيا طيب الآن فتحت باب قانون النفط والغاز أريد أعرف ما هي المصلحة لتعطيل هذا القانون من اليوم الذي هو متسبب بتعطيل هذا القانون نعم شون السبب هو خلاف علي خلاف مصالح من كل الجهات اليوم يعني ماكو وفاق القانون تعرف هذا في هذه القضية حساسة خلاف مصالح شخصية لا مو شخصية يعني مصالح مناطقية اليوم بالعراق لا ماكو مصلحة وطنية للأسف يعني هذا مؤسف جدا أكو مصالح يعني اسمع أكو دعوات طيبة ووطنية ومخلصة لكن هاي ليست الغالبة يعني البارز على المشهد أنه مصالح مناطقية قومية شي سميها طائفية هذه المحاصصة اللي ماشي عليها البلد كلته فعلى هالأساس هي المشكلة نحتاج لتطوير القدرة الاستيعابية للاقتصاد العراقي يعني احنا منتحدث عن استثمار المستثمر يأتي أين يستثمر يحتاج أكو أمور أول شي بها بالقدرة الاستيعابية هي البيئة القانونية توفر لأنت حتى يأتي أستثمر طبع بعدها البيئة الأمنية بعدها البنى التحتية اللي يشتغل عليها فهذه كلها معوقات تقف حائلا اليوم أمام تنمية الاقتصاد العراقي طيب برأيك ما هي القوانين المؤثرة اللي يحتاج اليوم الاقتصاد العراقي لكي يحافظ على مكانتها أو لكي يطور من قدرته يعني إذا حتى وإن بسطنا الأمر يعني فيما يقارب الدول المجاورة نعم يعني أهم شيء أساسي أنه يعني التعارض بين القوانين يحل يعني الآن أكو تعارض بين القوانين بعضها قوانين سابقة بعضها قوانين جديدة هذا يحل بعد ذلك تشارع يعني كل ما قللنا من البيروقراطية والإجراءات ويحب ذا لو يرجع يصير قانون وفقه يرجع المجلس يعني المجلس الإعمار العراقي اللي كان في العهود السابقة يعني الملكي وما بعد ذلك هذا ليقود عمليات الاقتصاد وياريت رأسه يعني شخصية برئيس هزراء أو من هو بدرجته ليشرف على العملية الاقتصادية وتحل المشاكل المشكلات كلها في هذا المجلس ويمتلك صلاحية قانونية هذه النقطة نقطة الأخرى عندنا مشكلة يعني بعض الأمور التي توضع أيضا لازم تأخذ قوة القانون بعض القرارات مهمة لكنها تتعارض مع القوانين هذا أيضا يمكن أن تحل بإطار قانون المشكلة اللي مباما ليس في القانون في تطبيق القانون طبعا تطبيق القانون واحترام القوانين هذه هي القضية الأساسية قانون الاستثمار هو قانون جيد لكن ما مدى تطبيقها هذه مشكلة طويلة يعني نتحدث عنها وين قضية النافذة الواحدة يعني هذه وحدها إنجاز لو طبقت أن المستثمر يذهب إلى مكان واحد وكل المعاملة تحسن في ذلك المكان ما هو السبب اللي ما يخليها تطبيق يعني هي البيورقراطية نفسها البيورقراطية اللي تتخلي يعني هذه النافذة الواحدة أنه بدل ما يروح مثلا معاملتها في قطاع الطاقة بدل ما يروح للكهرباء أو للبلدية أو للزراعة أو للمالية هي إحنا دولة عراقية واحدة تسوي النافذة الواحدة ويأتي ويممثلين عن كل هاي الوزارات وتحل معاملتها حتى يمشي العمل الاستثماري بالبلد لكن صارت يروح يتابر راجع الوزارة ويرجع للنافذة الواحدة النوم صارت مضاعفة شلو القانون اليوم اللي نقدر نخليه حتى نقدر نجذب المستثمرين إلى العراق في مثل هذا الوضع اللي احنا بيه الآن نعم يعني أهم ما يمكن قضية تطوير يعني كإطار قانوني قلت لك قانون المصارف اليوم موجود قانون الاستثمار لكن قانون الاستثمار بحاجة لتطوير بحاجة لمراجعة لماذا لم يطبق بشكل جيد فأول شيء معني بالاستثمار هو قانون الاستثمار قضية تمليك الأراضي الزراعية مثلاً المزرعية يعني كل الأراضي تمليك هالي المستثمرين أنا بالمناسبة أنا ضد يعني عملية أنا مع الحفاظ على الأراضي الزراعية حتى داخل المدن ولمنى بساحات الخضراء يعني مو مع إزالة المساحات الخضراء بحجة تطوير الإسكان أدنى مساحات شاسعة متوكي بس أقول هي قضية توفير الأرض للمشروع لازم تتأمن قانونياً وسياسياً وتحل وتنجز الآن أكو مخاوف وكأن المستثمر إذا أتى وأقام مصنعاً في مكان ما نحن نقول لنا أتجر لك من ملك الأرض مثلاً نخاف وكأنه لجنبي هذا رح يأخذ يلقع وياماً يطلع ما هو مشروع داخل العراق وبيع عمال عراقيين وموجودة في كل بلدان العالم وأكو ضوابط عامة يعني ممكن تحدد تصارفها بها إذا أنت خايف من بعض الأمور وتعرف أنت فيه شنو رح يتسارف به فعندنا مشكلة قانونية حقيقية نحتاج نراجع القوانين الموجودة ونعيد البيئة القانونية بحيث تكون حزمة هذا اللي قلت يا أستاذ ديش معمول به بكل دول العالم أنه لربما تصل المدة إلى تسعين عام هذا أشبه بالتمليك نعم بالضبط بالضبط يعني شن الفرق بين هذه وتلك هو المستثمر يريد ضمانات من يجي يريد ضمانات قانونية يريد ضمانات عمنية المستثمر اليوم ما مجبور وهي الاستثمار فدع عملية يعني يعني يحكمها قواعد السوق أكثر ما يحكمها أي شيء يعني ما يحكمها شيء سياسي تجيبهم تقنعهم تحكيوا إياهم القضية أن المستثمر يرى هذه النتيجة اللي نوصلها أنه استثماره في العراقي يجلب لا ربح هو رح يجي هو يركض عراقي هذه فقط يعني هاي النقطة وبدليل أنه المستثمرين العراقيين هم قاعدين بالأردل ليش ما يجون يعني احنا مو بيئة يعني مو مجذبنا الاستثمار الأجنبي لا الاستثمار المحلي هج هاي ورطة أخرى هاي المشكلة في بيئتنا الاستثمار ماكو ضمانات يعني هاي المشكلة اللي استبعدنا هذة هؤلاء المستثمرين هو عدم وجود ضمانات داخل العراق مع أنه العراق بي وضع استثماري كلش فرص كبيرة بالسياحة إذا حتينا عن الوضع الأمني في بعض المناطق أكو أماكن مستقرة جدا مستقرة فعلا إذا حتينا عن مشاكل في بعض المناطق أكو أماكن ما بهذه المشاكل لكن مدى نسوق الاستثمار بشكل صحي وهذه المشكلة هل هناك من يقف اليوم بوجه المستثمرين الأجانب حتى في بعض المناطق المستقرة أمنيا والله أنا ما سامع يعني عن تهديد يعني كل اللي يعرف إنه المستثمرين دا يعملون بشكل جيد وماذا يواجههم مشكلات يعني هذه أيضا لازم تسوق للجهات الأجنبية يعني التجارب الاستثمارية الناجحة في العراق إنه يعني اللي عندها مخاوف أمنية لازم نبرزل الجهات الأجنبية اللي قصد أنه مو تهديد أو ما إلى ذلك لكن بوضع بعض الإجراءات الروتينية المعقدة ووضع قوانين لربما هي يعني تمنع إنه نعم أكو كثيرة طبعا يعني المستثمر يواجه البيروقراطية بشكل كبير هذا يعني نفهمه إنه أكو بيروقراطية تواجه عملية الاستثمار حتى المحلي يعني ناس عراقيين يريدون أن يشترون لديهم فلوس يواجهون البيروقراطية ما رأيك بالتخطيط يعني هل يحتاج العراق اليوم إلى تصحيح آلياته من النحية الاقتصادية الاستثمارية فعلا ثلاث سنوات أوصلتنا 13 سنة وصلتنا الهيتش ومشكلة تحتاج لمراجعة ربما بعض الأمور كانت إيجابية الأمور السلبية لماذا وصلنا لهذه الأزمة تحتاج مراجعة كبيرة وخطة والخطط في المرحلة السابقة كانت متأخذ إطار قانوني بالتالي ما تنفذ ولا يلتزم بها من قبل وزارات يعني خطط خمسية توضع خطط استراتيجيات وما تنفذ وخطط محترمة وبها جهود كبيرة لكن لأنها لم تأخذ قوة القانون وأنا هذه المرة أدعو ليس فقط إلى أن تتحول الخطة يعني تبني منهج اقتصادي وطني للعراق مو بس يأخذ قوة القانون لا هل مرة ينبغي أن يأخذ بعد سياسي يعني عملية الإصلاح الاقتصادي لازم تصير قضية وطنية سياسية تبنيه كل العراقيين تتحول إلى وثيقة تتحول إلى منهج تتحول إلى نظرية أكو كفاءات وطنية عراقية قادرة على وضع هذه النظرية لما يحتاج إلى اقتصاد العراقي وحلول المشكلات الاقتصاد العراقي وتسوق لرأي العام ويبدأ العمل عليها والدفاع عنها ومواجهة التحديات التي تقف ضد تنفيذ هذه الخطة فيما بدأت به أنت اليوم الحديث عن حكومة التكنقراط ومطالب الجماهير كلها تنادي بالإصلاح السياسي ومن ثم الإصلاح الاقتصادي أو ربما الإصلاح الاقتصادي هو البارز الأكبر من مطالب الجماهير يعني برأيك هل أن ما تشهده الحكومة اليوم من إصلاحات لربما قد يصيب الإصلاح الاقتصادي شيء من هذه الدعوات هذه الدعوات الإصلاح دعوات الجماهير هذه الوثاق التي تم توقيع عليها من قبل بعض السياسيين نعم قضية التكنقراط تحديدا هي قضية تشير إلى حكومة المختصين أو الكفاءات التي تمتلك الخبرة والمعرفة بهذا الجانب فعلى العموم في الديمقراطيات في السياسة عموما يعني ليس عيبا أن يكون الوزير أو المسؤول حزبيا بالعكس لكن أن يكون صاحب اقتصاص بالضبط لا هي كإطار عام يعني يعني الأحزاب شغلها تحكم فعلا يعني اليوم لما نتحدث نقول الأحزاب أنتوا ما يصر لازم نجيب تكنقراط يعني هذا لأن ظرف البلد استثنائي أنا مع هذه الدعوة في الوقت الحالي لكن كإطار عام لتجربة وجود مسؤولين حزبيين هي الأحزاب الحزب هو تنظيم سياسي يهدف إلى الوصول للسلطة وعنده برنامج اقتصادي أداة هيمنة وعنده برنامج اقتصادي واجتماعي لإدارة الدولة والمجتمع ما حصل عندنا أولا المشكلة اللي يعني التجارب الحزبية اللي صارت عندنا اللي أدت إلى هاي المشكلة ولدت النقمة والظرف الاستثنائي اللي مر بي البلد استثناءا دعا إلى هذه الدعوات اللي هي طيبة ومهمة جدا أن تيجون ناس مختصين في هذا الظرف الاستثنائي المشكلة الوطنية ويدعمون من كل القوى ويتحاركون لمشروع اقتصادي حاليا التكنقراط فعلا حل إذا ما دعموا سياسيا إذا يعني مو يجي تكنقراط ويحارب سياسيا من الأحزاب التي فقدت نفوذها ويعني يعملون على يستكملون قضية المنهج الاقتصادي يعني هذا اللي لازم يوضع من يطبقه يطبقون ناس مختصين وعارفين بهذه الوزارات وهذه المؤسسات والهيات المستقلة ويقودوها إلى بار الأمان اليوم أكثر الوزارات اللي تشوفها برأيك إنه هي اللي ممكن أن تعمل للنهوض بالاقتصاد العراقي يعني وزارة الصناع والمعادن وزارة الزراعة كيف على هذه الوزارات أن تتحرك باتجاه الخارج وأيضا تنمية قدراتها في الداخل نعم يعني أهم حل يمكن للعراق هو قضية اقتصاد السوق الاجتماعي يعني أن نأخذ بعليات السوق لكننا بنفس الوقت يعني نأخذ بنظر الاعتبار قضية العاطلين عن العمل قضية المؤشرات الاقتصادية العامة دعم الشرائح المحدودة حتى يمشي الاقتصاد بشكل متوازن نعم أهم ما في هذا أن تأخذ الدور الشريك والمحفز عندما ابتدأنا أن لا تأخذ دورا قياديا في الاقتصاد هذا لا يمنع أن تأخذ دورا رياديا بمعنى أن تقود النموذج الناجح وتقدم مثلا بؤر زراعية مشاريع كبرى صناعية شكرا على هذه الاجابة الكاتب والمحل الاقتصادي ليث محمد رضا شكرا جزيلا لنضمامك شكرا لك شكرا جزيلا شكرا لك شكرا لك مشاهدينا ننتقل وإياكم إلى بعض الرسوم الكاريكاترية في الصحف المحلية لهذا اليوم لنتابع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة